أعوذ بالله إلى الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت خلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة اللعنة قفتها حتى إذا اداروا فيها جميعا قالت أخراهم حتى إذا اداروا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا أولاهم يضلون فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضلهم فذوقوا العذاب لما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يجل الجبل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاده ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكيف نفسا إلا وسعاد أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالقون ونزعنا ما في صدورهم من غد تدين من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنا تدين أولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونودوا واتقوا الجنة أوليتما وابما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدها ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أيعنة الله على القالبين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهون آع وجوبهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلهم بسيمان ونادى أصحاب الجنة أرسلهم عليهم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا سُبفت أبصارهم تلقى أصحاب النار تلقى أصحاب النار ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ولادى أصحاب العراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أعنى عنتم جمعكم وما كنتم تستفعون هؤلاء الذين أقصنتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليهم ولا أنتم تحزنون ولادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيرون أن أفيروا علينا من الماء أم مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لعوا ولعبا وبرته الحياة الدنيا فاليوم ناساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جهنا بكتاب فصلناه على علم مدوى ورحمة لقوم يمنون هل يردون إلى تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل فقد جاءت رسول ربنا بالحق فألنا من شفعا فيشفعوا لنا لو نرد فيعمل غير الذي كنا نعمل وذخسوا وأنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفتقون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام ثم استوى على الأرض يمشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر ومجومه زخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعوا ربكم تقرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسلوا في الأرض بعد إشناعها ودعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المسلين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قل سحابا ثقالا سبحانه لبلد ميت فانزلنا به الماء فأخرجنا به من جل الزموات كذلك أخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرر لباته بإذ ربه والذي خبث لا يخرر إلا لكذا كذلك نصرف الآيات لقومه يشعون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله نبيه إني أخاف عليكم عذاب يوم العظيم قال البلو من قومه إنا لنغاك في ظلال مبين قال يا قوم أي سبي ظلالة ويا بني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أجدت ما جاءكم ذكر من ربكم معناه لنيعكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فعجيناه والذين معه في الفلك وأبراحنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عبدنا قودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم بالإله نبيه أفلا تتقون قال لَلَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَلَوَاكَ فِي سَفَاهَاً وإِنَّا لَلَغُنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قال يا قوم ليس لي سباعة ولكن لي رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أواجلتم أرجاكم ذكر من ربكم على رجل منكم لمذرقا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق بسطا فاذكروا هذا الله لعلكم تفل الموى قالوا أجلتها لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجز وغضب أتجابلون لي في أسبا إن سميتم وأنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتغلوا إني معهم لنا لكم تغير فأرجيناهم والذين معهم برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإذا ثمودا خواهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله لغيره فقد جاءتكم بلينة من ربكم هذه ناقطوا ظال لكم آية فذعوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء مع بعادهم وبواكم في الأرض تتخذون من سبونها بسورا وتنحنون الجبال موتا فاذكروا آلاء الله ولا تعدوا في الأرض مصريا قال البلغ الذين استكبروا من قومه الذين استغعفون من آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما كرسلني مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذين من تنبي كافرون فأقرنا قدوا ترى الأمر ربي وقالوا يا صالحة بما تعدنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذكم الرجل فبقى أصبحوا في دارهم جاثلين فتولى عنه وقال يا قومي قد أغلبتكم رسالة ربي ونسط لكم ولكن لا تحبون المناصرين ونوطا إذ قال القومي أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم مناتون يتطهمون فانجلناه وأهلمون إلا مراتهم كانت من الغابرين وأنقرنا عليه المقرى فانظر كيف كان عاقبة المجردين وإلا مثل أخرهم شعينهم قال يا قوم اعبدوا الله قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله وغيره قد جادكم بينة من ربكم فأغفوا الكهية وإنهزان ولا تبخزوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إستاعها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تبعدوا بكل صراط توعنون وتصدون عن سبيل الله وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبعونها عرجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المسين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحرم الله بينها وهو خير حاكبين قال البلع الذين استقبوا من قومي ينخرجنك يا شعر والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتموضن في بلتنا قال أولو كنا كارمين قد افتوينا على الله كذبا لنعدنا في بلتهم بعد إذن جال الله منها وما يقول لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وزع ربنا كل شيء عربا على الله تنكلا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال البلع الذين كفروا من قومي لين اتبعتم شعيبا لين اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخبتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كان لم يغلوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قومي فلا ولوتكم رسالات ربي ولفقت لكم فكيف أسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قولة من نبيهم إلا أخرنا أهلا أهلا بالباساء والضرع وقلقوا الضرع لهم يضرعون ثم بذلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد بس أفال الضرع والصرع فأخرناهم بغتة وهم لا يشهون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخرناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمر مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدد لليل ينثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونقبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبالها ولقد جاءتوا رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع دواه على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من أهل وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم دعتناهم من بعد موسى بآياتنا إلى فرعون قبله فظلموا بها فأعودوا كيف كان عاقبة المسرين وقال موسى يافرعه إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت من آية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى صعب فإذا هي ثربان مبين ونزع لهم فإذا هي بيضاء للنوين قال بلو من قوم فرعون إن هذا لساحب عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجع واخروا ورسل في المدال حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء الزحر أغفر ونقر إن لنا لأجر إن كنا نحن الغالبين قال دعوا إنكم لمن المفردين قال يا أسا إما أن تنقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سأروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم ورحينا إلى موسى أن ألقي أصار فإذا يتلقف ما يفئون فوقع الحق ورغ ما كانوا يعملون فبلموا هناك وانقلبوا صابرين وولقي السحرة ساجدين قال آمن لرب العالمين رب موسى وآبوا قال فرعون آمنتم به قبل فآذن لكم إن هذا لمن مكرتم في المدينة لتغرزوا من آآلها فسوف جعله لو لن قطعنا أيديكم ورجبكم من خلافها ثم نو صلِّبا لكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا لن نقل وما تنقم من نال إلا آبدا آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرم علينا صورا وتوف نفسه وقال الملو من قوم فرعون أتذر موسى وقوم ينسلوا في الأرض ويأرك آليتك قال سنقدر أبنائهم ونستحيي ساهم وإنا فوق هم قادرون قال موسى لقوم يستعينوا بالله واصبروا إن الأرض للبال يورث وعي شاء من عباده والعاقبة للمتقين قال المذينا من قبل يوتاتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسا ربكم من يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فيهضر كيف تعملون ولقد أخرنا فرعون بالسرين ونقصر من الثورات لعلهم يذكرون فإذا جهاتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصمهم سيئة يطيروا من موسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن ناس لهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا من آلت لتصحرنا بها وما نهل لك من دين ورسل ورسل لهم قفا وإجراد ونقم له الطفادي وقدم آيات فالصلاة آيات فالصلاة فاسكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى لنا ربك بما عيد عيدا لأن كشفنا عن الرجز لنؤمن لك ولنرس لنمعك من إسرائيل فلما كشفنا عن الرجز إلى أجل بالرهم إذا هم ينبفوا فانتخبنا منهم فأغرفنا هم في اليوم لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافرين وأورخنا القف الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغارب التي بارنا فيها وتمت في المد ربك المسنى على بني إسرائيل إلى صدر وذنبغنا ما كان يصنع فرعون وقوم وما كان يحرشون وجاوزنا بني إسرائيل البحر فاتوا على قوم يأخون على أصلاب لهم قالوا يا أوس اجعلنا لأهم كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن آه لهم تقر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله أضعيكم إلى فهو وفضلكم على العالمين وإذ أحجاكم من آل فرعون يسرون كونس والعذاب يقتلون أبناكم ويستحيون نساكم وفي ذلك بلاء بالرب معظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممنا بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى ليخي هابو نحن في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المسير ولما جاء موسى لميقات ناو كلمه ربه قال رب أذني أنظر إليه قال لا تراني ولكن انظر إلي الجبل فإن استقر مكانهم فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعل مذكا وفر موسى صيقا فلما فقال سبحانك تبت إليك وعلى أول المؤمنين قال لا موسى إني اصطفيتك عن الناس بإسالات وبكلامي فخذ ما آذيتك وكن من الشاكرين وكتب لأنهم في الألواع كل شيء موعظة وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء تخذها بقوة واغفر قوم كيأخذوا بأعزلها سأخذكم دار الفاسقين سأصرف عن آلات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يرموا لا يتكبرون وإن يرموا بها وإن يرموا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا وإن يرموا سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هل فاكعملون هل يتذبون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليلهم أجلا عجلا جسدا له خوار هل يرموا أنهم لا يكلموا ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا غالبين ولما سوق في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا طالوا لأن يرحم ناره ويوفر لها لكون نهي الخاسرين ولما رجع موسى إلى قوله ضربا آسفا قال من سماء خلفتوني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح واخب براس فيه يجره إليه قال لهم إن الكوم استضعفوني وكادوا يقتلوني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعل لي مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي والأخي وأغفر لا في رحمتك وأنت أرحم راقمين إن الذين انتفروا العجل سيدانهم غرر من رب وذينته في حياة الدنيا وكذلك نجل المستري والذين عملوا سيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سجد عنه سلم أغفر الألواح وفي نسخة ياهود ورحم للذين هم لرب يرهمون واختار موسى قومه سبعين رجلا لإيقاتنا فلما أغفر الرجل فقال ربي له شئت نكتو من قبل وليا أتهلكنا بما فعل السفاء لنا إي إلا في ندك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغاطين واختب واختب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة لنا هدنا إليك قال لأبي سيب من أشاء ورحمتي وسع كل شيء فساك فساكتب هال الذين يتبون ويوتون الزكاة والذين هم بآيات لا يؤمنون الذين يمتبعون الرسول النبي الأممي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأذرهم بالمعروف وينهاهم عليهم كن ويحل لهم طيبا ويحرق عليهم الخبائه ويضغن الإصرم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزرواه ونصرواه واتبعوا النور الذي مرزل معه أولئك هم المتلعون قول يا أيها الناس اللي رسول الله إليكم إليكم جميع الذي له السماوات والأرض لا منها لله ويحي ويهي فآبعوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يأتون بالحق وبه عزيز وقطعناه أثنتي عشرة أسفاق الأممات وأوحينا إلى موسى إذ استزفار طوم أذر بعصوك الحجر فانبجست منه أثنتي عشرة عينا ودعن كل مناس ما شربه وظل لأعين لغبار وانزل عليهم من مستنوى قلوا منه طيبات ما رزقناه وما ولغون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم أسقطوا هذه القرية هذه القرية وقلوا منها حيث شئتم وقولوا حقة ودخوا الباب سجدا نقفر لهم خطايا وسنزيد المصير فبدأ هذه ولهم منهم قولا غير الذي فأرسل عليهم رجلا من السماء بما كانوا يظلمون واسخلهم عن القرية التي كانت حاضنة البحر لأنون في السبت إذ تأتيهم حيث نوفيا وسبتهم شرعا ويوم لا يزمتون لا تأتيهم كذلك نغلوهم بما كانوا يرسلون وإن قالت أمة منهم لما تعيدون قوما الله نهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعل لهم يتقول فلما نسو ما أبكروا بني أرجينا الذين ينهون عن السبو وآخونا الذين قلبوا بعذاب بليس بما كانوا يرسلون فلما أعطوا عمالهم ونقل لا لهم جون مقردة خاسين وإذ أذن ربك ليباثن عنه إلى يوم القيامة من يسوهم سو العذاب إن ربك لسريع الهقاب وإنه لغفور محين وقد على أرض أمم منهم صالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات عليهم يرجعون فخلف من بعضهم خلف ورد الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر للا وليتهم عرض مثله يأخذوه ولم يأخذ عليه ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرس ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب ورحم الصلاة إنا لا نضيع أجر المسلحين وإن تقنى الجبل فوقهم كأنه ظل ظلة وظن أنه واق بهم قروا ما أتيناكم بقوة وقروا ما فيه لعلكم تنكموا وإن أخر ربك من بني آدم من نور ذرنية وأشهدهم على أرس ألست بربكم قالوا بلى شئنا على أن تقولوا يوم القيامة إذنا كنا على هذا غطين أو تقولوا إنما شركا بابنا من قبل وقلنا وقلنا نورية من بعد أفتغلكنا بما فعل المطلون وكذلك نفصل الآيات ونعلم يرجعون واجلوا عليهم ما الذي آتيناه آياتنا فانزلق منها فأتبعوا الشيطان فكان بي الغاوين ولو شعنا يرفعناه بها ولكن أفضل إلى الأرض واتبع أهوان فمثله كمثل الكلمين تحمل عليه أو تدهر إلى ذلك مثل القوم الذين كذبوا مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقص القصص لعلم يتفكرون سأل مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يغلقون من يغذي الله أفضل المهتدين ومن يغنر فأولئك مون خاسرون ولقد ذرحنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم كله لا يغفرون بها ولهم أعلم لا يغفرون بها ولهم هذا لا يسمعون بها أولئك كالأدعى بل أضل أولئك هم الغافلون ولله لذلك أسماء النسنى فدعوه بها وذل الذين يلحدون في أسماء سيرزعون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعلمون والذين كذبوا بلاياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأولي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إنه إلا ذيهم مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلقوا من شيء والعساء يكون قد اغترب أجلهم فبأي حديث بعدهم يؤمنون من يغلب الله فلا ما دي له ويغمهم في ضغيادهم يعمل يسألونك عن الساعة يريع مرسا قل إنما علمها يود ربي لا نجليها لوقتها لله ثمن في السماوات والأرض لا تأتيك منها بغتا يسألونك كأنك حقي عنها قل إنما علمها علمها ولكن أغفر الناس لا يعلمون قل لا أغفر لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغير لنستغفرت من الخير وما بسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلق من نفسه واحدة واجعل منها زوجها ليسون إليها فلما تغشى مبلت حملة خفيفة فمرت به فلما أثقل ادعو الله ربهما لإن آتيك لا صالحا لنكون من الشاكلين فلما آتاهما صالحا جعل لهم شركا فيما آتاهما فتعالوا الله عما نشهدون هل نشهدون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصر ولا خسر يرسول وإذا تدعوهم إلى الغدال يتبعوكم سواء عليكم أدعوتكم أنتم صابتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستخيبون لكم كنتم صادقين هلهم أرجو يمشون بها أم يوم أيدي يمشون بها أم لهم عيو يمسلون بها أم لهم آه يسمعون بها قل دعوا شركا ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل كتاب وهو يتغل الصالحين والذين تدعون من دون لا يستطيعون من أصرعهم ولا أوقسهم ينصرون وإن تدعون من الهدى لا يسنعون وتقاهم ينظرون إليك وقل لا ينصرون خذ العفو وقضوا بالغرف وعارب عن إجاهين وإما ينزف أنك من الشيطان نزعهم فاستعذ بالله إنهم سبي عليم إن الذين اتقوا لذا سمطائف من الشيطان تذكرون فإذا هم مبصرون وإحوانهم يمضوا لهم في الغي ثم لا يمسرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل قل إنما ما اتبع ما يحال لي من ربي هذا بصائر من رب هو رحمة للقوم يؤمنون وإن قذي الكرآن فاستمعون وانصدوا لعلكم ترحمون واذكر ربك فين الشيطة قرع وخيفة ودون الجعل من القول بالهدو والآصال ولا تبنين الغافلين إن الذين عند ربك لا يستمرون عن عبادته ويسبحون له وله يسجرون كيف سيجد يعتبار سيجد لكي نبرا فشلد 4 ما سيجد سيجد فشلد سيجد ما من سيجد 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 ليشد نكتر ليشد سيجد سيجد جاوش من الشهر نكتر سيجد هكبر جاوش هشتو الله أكبر ين سيجد أَصول سبحانه ربي أعلى سبحانه ربي أعلى سبحانه ربي أعلى الله أكبر جو شاب ويشتو الله بير ترجمة نانسي قنقر أبوح 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 ترجمة نانسي قنقر أبوح ترجمة نانسي قنقر أبوح 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 احمد الله من الشيطان الرجيم فالقل إلى أنفال لله والرسول فادقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا دليت عليهم آلياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يكيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هو المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم وبغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارمون يجادلونك في الحق بعدما تبين فأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفة أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويغفع دابر الكافرين يحق الحق ويغفل الباطل ولو كريه المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمدكم بألف من الملائكة مردثين وما جعلهم إلا بشرى لتقبل النبي قلوبكم ومن نصر الله من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمرة منهم وينزل عليهم من السماء ما ليطهركم به ويذهب عنكم نفس الشيطان وليربط على قلوبكم ولثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاغربوا فوق الأعناق فاغربوا فوق الأعناق واغربوا منهم كل ملائك ذلك بأنهم شاء الله ورسوله ومن يشاء ذلاه ورسوله فإن الله شديد للقاء ذلك فنبوهم للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذن لقيتم الذين كفروا زحفهم فلا تولوهم الأذبار ومن يوليه بيوميهم دوره إلا متحرفا للتال أو تحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليولي المؤمنين منهم بلاء حسنا إن الله سميع علي ذلك هو أن الله أبوهي كيف الكافير إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن ترجعوا فوغير لكم وإن تعودون عدوان تغنيعكم في أبوكم شيئا ولو كثرت أن الله مع المنين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَطِيُّوا اللَّهَ رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَقُولُوا كَالَّذِينَ قَرُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِلَّ اللَّهِ صَدْهُ الْهُمُّ الَّذِينَ لَا يَعْقِيُونَ وَلَوْ عَلَى اللَّهُمْ فِيهِمْ خَيْرٌ لَأَسْمَعُونَ وَلَوْ أَسْمَعُونَ لَتَوَلَّهُمْ مُعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهَا وَلَا رَّسُولِهِنَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِّيقُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْمُولُ بَيْهَا الْبَرِّ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِنَيْهِ تُعْشَوًا وَاتَّقُوا فِنَّةً لَا تُصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَقُوا مِنْكُمْ خَاصًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْإِقَارُ صَدَقُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْفَاتِحَةَ